في المناسبة النهاردة الكرة الطائرة احنا خسرنا في الكرة الطائرة خسرنا دوري وخسرنا كاس هارضي لك للاعبتنا ولكن انا عايز حضراتكم تفتكروا كلام انا قلته لحضراتكم من خلال البيت الكبير من سنة قبل بس ما ارجع اتكلم في موضوع الابتزاز الرياضي تاني معلش اشان دي مهمة جدا انا قلت لحضراتكم تقريبا من سنة ونص عندما تكلمنا عن ان النادي الاهلي بيهزم في كرة اليد من نادي الزمالك على طول من سنة كده قلت لكم جماعة احنا عارفين ان في امور بيعملها مجلس ادارة النادي الاهلي مع ادارة النشاط الرياضي هتخلينا نرجع في الطوب تاني الحمد لله ربنا كرمنا دوري وكاس في اليد رجال وسيدات رجال وسيدات اذا النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي وادارة النشاط الرياضي في النادي الاهلي عرفت ايه الاخطاء وايه الغلط اللي عندنا وصلحتها طيب اتغلبنا النهاردة في الكاس واتغلبنا من اسبوع او من عشر ايام في الدوري بالنسبة للكرة الطائرة هارض لك للاعبتنا ولكن هناك غربلة او هناك امور هتحدث خلال الفترة اللي جاية مجلس ادارة النادي الاهلي وادارة النشاط الرياضي في النادي الاهلي حط اديها على الاخطاء او حطت اديها على الاخطاء فانتظروا تصحيح الاخطاء في الكرة الطائرة رجال خلال الفترة اللي جاية ده اللي انا هقدر اقوله دلوقتي ولكن احنا اتغلبنا في الدوري وكاس طيب كسبنا الدوري في الكرة الطائرة سيدات بكرة بداية مباراة البست اوف سري بالنسبة للكاس ربنا هيكرم ان شاء الله ونقدر نكسب هذه البطولة ولكن في كرة الطائرة رجال الاخطاء واضحة وبين فين وحتتصحح خلال الفترة اللي جاية ومع بداية الموسم اللي جاي ان شاء الله خلي بقى لحضراتكم احنا عندنا بطولة افريقية وبالمناسبة احنا عندنا فريق قوي جدا في الكرة الطائرة رجال بعض الاخطاء وبعض الامور اللي حتبان بقى لحضراتكم خلال الايام القادمة مزاي ما حصل في اليد من سنة هيحصل في الطائرة خلال الايام اللي جاية ولكن حنفضل وقفين معاهم وحنفضل في ظهرهم لان احنا عندنا بطولة افريقية في خلال الاسبوع او الايام اللي جاية ودي كبوت بطل والبطل حيرجع تاني اوعيدكم خلال هذا البرنامج انا وعد ما اخدش حد متفائل ان ده يحصل في كرة اليد ولكن في خلال هذا البرنامج حتى ساعتها بعض الجماهير اللي على دماغي من فوق طبعا ما بزعلش منهم أبدا ولكن اتا احطرت تطبل يا اسلام لا يا فندم انا ما بطبلش انا عارف ان هناك خطوات بيتم اتخاذها ولكن انا ما اقدرش اطلع اقولها ساعتها في كرة اليد يعني الخطوات دي لما اتخذت ووافق عليها مجلس الادارة وتعاملت من ادارة النشاط الرياضي خدنا الدوري والكاس في الرجال وخدنا الدوري والكاس في السيدات عندنا اخطاء في الطائرة مجلس الادارة وادارة النشاط الرياضي حطين ايديهم على هذه الاخطاء وسيتم تعدلها خلال الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر